موسيقى السلام عليكم كديرين بخير كنتونكم تكونوا في احسن احوال ان شاء الله فيديو جديد هالفيديو نشارك معكم وحطة ويبلال وحطة طريقة سهلة بزاف تكون اي واحدة تصوبها بها الطريقة وحطة تكون مبتدي او معمرها طريقة سهلة جدا غير تبقى معي المراحيل وشرح ولي ديطال وقبل ما ابدأ هالفيديو كم بغى نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي قبل فرحتوني بزاف بهدرتكم زوينة وبلايكات ديالكم مريمو كنشكركم من كل اعماق قلبي وكنقول الناس اللي انضموا جديد للقناة مرحبا بكم ونتمنى لكم على حسن عند حسن طريقكم المهم كيكاتشوفوا معايا هاد الطابلة هادي انا خديتها من جودويل بالنسبة الناس اللي عايشين هنا بالنسبة الناس اللي في المغري فهاد جودويل هي واحد هاكا المجازة كيبيعوا فيه ذاك الشي القديم المستعمل بحالة غادي نقولوا جوطية ديالنا ولا القديم ولا البال ولا مهم اي حاجة اللي بغيتو فانا يخديتها وكيكات عارفوا الصالون اللي كنت بدلت له الفاس قربت له الجيهة الخراية بالنسبة الناس اللي باقي ما شافوش هادي الفيديو غادي نخليليكم الرابط بصندوق الوصف باشتوفو طريقة كيفاش قلبت العود وصبغتو بدلت له التوجيهة وخليتو كي تحط على جوج توجيهات ولكنتو اول مرة كتشوفو الفيديو ولا كتشوفو القناة نتمنى تضغطو على زر اشتراك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس هاكا غتوصلوا بكل جديد ولعجبتكم هاد الفيديو ما تنسوش تضيروا لايك بس تشجعوني مهم كي كتشوفو معايا بالنسبة الهنايا صراحة الوقت اللي اختاريتو ديما كان خطار الوقت الغير المناسب يعني الوقت اللي اختاريتو باش نصوبها الطابلة كالبرد بزاف كي كتشوفو رأينا كن كنندير هاداك البخودوي وكين البرد وذك شي كي مهم كي كتشوفو رأي الفيديو كي وصف رأسو كتشوفو الوراق كي يطيرو وكل شي كي يطيرو والغبرة والتراب الى اخير وكان الجو بارد بزاف يعني كان نعقل كانت ناقص واحد ولا ناقص جوج يعني البرد بزاف مهم باش منطوش عليكم زاف في البداية دياللي فيديو انا كان هضار غادي تكون نشطوا المواد اللي استعملت يعني ماشي بزاف كين هاد بخودوي هادا اللي كان طبقه هادا صراحة نقدر نقول عليه البرودوي ولا المنتوج السحري اللي انقص علي بزاف يعني الى كنتوا ديجا شفتوا الفيديو اللي كانت خدمت به هذيك طبقه صغيرة كوفي تايبل يعني بقيت كان حك كان حك حكيت بهذاك كي نقول لرقاية الحرش هادا ما كي كتشوفو يعني هادا كي حيد بوحد سهولة خيالية مهم قلت لكم في الفيديو اللي قبل كنت ندير كهات حرش كنحك به بزاف وعاد كنعود ندير هادا اللي كيكون شوية رطب ديال 120 كندير 60 وكندير 120 دبا وخش عركت معاكم اني شريت ديال 60 ولكن راني ما استعملتوش فقط درت هاد المنتوج وخست كم ديروه بوحد الكيمية سريحت بالبانسو وكتخليه 5-10 دقيقة وكتخليه 15 دقيقة وكتخليه 15 دقيقة كاملة وكتخليه مهم اي حاجة رقيقة وكتخليه وكتخليه وكتشوفه كهذاك الفيرني يتحايد مهم بالنسبة هذا المنتوج يعاون بالنسبة العود المغرب يتحايد المغرب يتحايد وكتخليه لانه يتحايد ما أعرف مهم في المغرب لانه ما أحتاج لهم لانه يتحايد بالنسبة هذا لا يوجد فكرة مهم في المغرب وكتخليه 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 كافر مهم فكرة ثلاثة وكتخليه لانه يقش في الكلام سوف نقشر مرة أخرى وكتخليه خمسة دقائق أو قليلا ونقشر فقط اضافة كمية البرودوي هذا هو الحق الكبير لها فيها درجات يعني فيها الويت غلاس يعني اللي كيكون لامع كين سماي غلاس لي كيكون شوية وكين الفلات لي كيكون كين المات وعد الفلات يعني الفلات كيكون حرش بزاف ومتيكونش فيه نهائيا إلا معا مين هنا مبعد ما قدرت هذا البرودوي هذا اللغد ليه كيك تشوفوا وخديت هادك هذا الكايت الحرش ومعنش في الورق معنش كي يقولوا لي ديال ديال مية وعشرين لأنه محرش بزاف وحكيت به شوية يعني ما نقول لكم بزاف علش الحكم كيكون كيخلي كيخلي سباغة أو مهم سباغة من يكديرها فوق عود محكوك تتشد مزيان وتتشد بوحى الطريقة بحالة راه جديد بحالة راه جديد هذا هو المفعول ديالها دونك هذا الشي اللي درسي ولكن كي قلت لكم هذا البرودوين قسعليه بزاف يعني ممكن الناس اللي ما عندهم مش هذيك الاباراي والذيك دكتول اللي كيحك يعني ممكن ديروا غبي يديكم هكا بشوية وراح قادي الغارات سباغة بالنسبة لناس هاد التكنيك هذي راه موجودة بزاف يعني كي ديروها الناس بزاف مع قدش على السمية لها بطبط ولكن هاد تكنيك تكبفيها السباغة بالكابس سأقول لكم أنا فاش كنت شفت الطريقة مثل كاتنيش أنا نديرها لان كي قلت لكم هاد تابلة صوبتها في وقت قياس يعني كنت اخذتني صوبها في يومين تلتيام من فوتهاش لان كانوا يجيو عندي الناس دونك ما كانش عندي لها الوقت وعندي بزاف الحوايج انطا غالي كنديرهم دونك عندي القاراج مرون في هيروينو ومعنديش لسباث في نصرح ناخد زعم الوقت ديالي ونصرح نصرح زعم ماشي حاجة كبيرة ونخلي لسباث في نديع السباغة فكي غا تقولوا درتابو حالطريقة شوية مهم درتها بطريقتي الحاجة اللي معاونتنيش في هاد الشيليدرس هو الجو الجو كان بارد بزاف يعني كان البرد ناقص درجات كانوا ناقص لما تحت الصيفر فكنت مني كنكب سباغة يعني ما كتسيحش بزاف يعني كانت كتجمد ماضغية كتجمد ما كتبقاش سباغة سايحة فكي غا تقولوا النتيجة ما ما جاتش مية في المية كيف خصها تكون يعني جاتني واحدة ثمانين تسعين في المية مهم ده بتشوفوا معايا في الاخر يعني ماشي شي حاجة اللي خيبة يعني صافة كتدوز ممكن تحطيها ماشي شي حاجة اللي خيبة ولكن ان شاء الله انفاء يبدأ يسخل الحال يدخل الربيع وبدأ يسخل الحال ونقدر نشاركها معاكم فالتكنيك هي كالتالي تأخذوا هكا كيسان وقريعات مهم ليس حاجة في حد مكان اخذت هدوك الكابس ديال ديال شريب ديال المون ديال شريب ديال وقطعت لهم التحت ديالهم وكتجيوا تخويوا كيميا كبيرة ديال سباغة انا درت هنا البيض ممكن ديروا اي لون خر وكتجيوا تعودوا تكبوا فيها اللون الثاني اللي بغيتوا اللي بغيتوا تديرو هي غالبا هاد التكنيك كتكون المربل يعني الروخامية فغالبا الالواء اللي تكون فيها تكون فيها ميلانج بالبيض القري والكحل بالنسبة الناس اللي بغاوا اللي بغاوا الروخام بالقري واللي بغا بحال هاد ستيل اللي درت انا البيض والدوغي يعني غادي تديروا سباغة بيضة ودوغي بالنسبة لي انا صراحة الدوغي ما كانش عندي ما ملقيتوش كان عندي غير هاد ك الاركيليك يعني ذي كسباغة اللي كي يكسبوا بيها كديروها الكرافت كتكون رخيصة هادي كما كانت عندي دائجة استعملتها قبل درس منها شوية ولكن ضغيات قاعدات فكملت بها الرشاش هذا السباغة الرشاشة وانا غنخلي للكم تصوير لانا سولوني عليها الناس بزاف في الفيديو اللي قبل فكنت تكررشها وكمقا كان ميلانجي تكبو كمية كبيرة وقبل ما تكبوها ستكونوا دائجة مفرشين شي حاجة فالعلى الارض لانا ذاك شي يدر روينا وكتحطوا شي حاجة اللي غتحطوا عليها الطابلة لكي يسح ويسح ويسح على الجناب ويهبط هذه هي التكنيك لكي تصدق لكم زوينة كبو كمية كبيرة عودوا اللون الثاني فوق منه وكتبقوا تديروا بشوية بالكاب هاكا تدوروا فوق فوق هذه الطابلة وكي يبقى لك الميلانج ديال الارخام يخرج لكم وكتبقوا كتسي حتى تنشفوا وكتجي واحد طبقة واحد طبقة هائل هنتم انا كي كتفوا بالنسبة المربلز راه جاوزوينين ولكن كي قلت لكم معاكا البرد بزاف كان كي نشف بحالة بحالة نشفت ليها شوية مدمعة هذا هو السميتو وهنا ردرت لها المونتاج الراسي معاكنت مزروبة صراحة مزيرتها بزاف ولكن كي قلت لكم بقي ان شاء الله من هنا يسخل الحال ونعود لها بالنسبة لرجل فاسبقتها عادي بسبغة البيضة و هادو كجنيبات كتديروا السكوتش في البلاسة اللي بغيتوها تبقى بلون حتى كتسبغوا بلون ثاني رشيتو في الجناب ومن بعد كتحيدوا السكوتش وكتلونوا بلون اللي بغيتو مهمة انا اختارت البيضة ممكن تديرو بحالي و ممكن تديرو اللي اعجبكم ممكن تديرو رجل كلها بيضة او لا تديروها كلها ضوغة انا اختارت نديل لها في حال ما هكا وانتم ما يبقى لكم الاختيار بدأوا كيفما بغيتو الالوال اللي بغيتو مهمة طريقة كاينة و تحفيز كي كنقولوا من اللقلين نديرو الكتير بالنسبة لي انا تقامت عليها الطابل رخيصة بزاف كي كتشوفو 40 دولار باش خضيتها والتوطال ديال دك شي اللي حتاجتو 40 دولار يعني التوطال كامل 80 دولار كتبقى رخيصة بزاف و تمانها الاصلي راح يدير نقدر نقول لكم من 300 دولار وانتم ما طالعين الفوق مهم كتبنا هالفيديو لان الاهجاب ديالكم ولا عجباتكم ما تنسوا اشتروا ليه لايك شكرا على المتابعة و الى اللقاء في الفيديو الماجي ان شاء الله و احبكم في الله